اشتركوا في القناة 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 هلأ لابين ما يسخن الحليب فيكن تحضروا القالب يلي راح تكبسوا فيه الجبنة إذا نتوفر عنكم مثل هذا القالب منحط ارتفاع بين القالب والصينية منحط قطعة قماش أو شاش ومنضغطو بعد وضع الجبنة أو الأريشي أو الشي اللي نحنا بدنا نكبسوه هلأ أنا ما راح أستخدم القالب راح أستخدم مصفاية دائرية عادية وحط قطعة القماش وبعدين بنزل عليها الجبنة هون الحليب كل ما تشكل على سطح قشطة بحاول إدمجهم مع الحليب بتعطي هيك بعدين كثافة أكتر لكمية الأريشي وبيطلع كمان حتى هيك طعمتها غير شكل راح أنطر لبين ما يغلي الحليب ويتعقم 10 دقايق بعد هيك وضيف عليه مصل اللبن مصل اللبن أنا طلعته من البراد قبل بساعة من استخدامه لحتى تقريباً يصير بجو الغرفة هون الحليب متل ما شايفين غلي تركته أنا عشر دقايق هلأ راح أحط مصل اللبن باخد وبحط على الأطراف بهذا الشكل برجع أضيف مغرفة تاني هلأ لحظوا من تاني مغرفة فرط الحليب شوفوا كيف تحول الحليب لأريشي لسه أكيد بي حاجي لمصل لحتى يفرط بالكامل راح تابع بس حبيت شوفكم بالبداية طبعاً عم نشتغل هلأ على النار هادي لابين ما نشوف الحليب فرط بالكامل منوقف وضع مصل اللبن وضعوا هيك على الأطراف راح شوفكم كيف صار كمية أكتر راح أرجع كمان حط مصل منضلع منضيف لحتى نشوف لون الماء صار غامئ على صفار أكتر أو على لون أخضر بحاول جمعهم للنص مع بعض كمية الحليب اللي استخدمتها هي خمس لترات راح أرجع كمان ضيف من المصل لست بحاجة نمغرفتين وهيك بصير تمام الكمية اللي استخدمتها من المصل هي خمسمائة ميلي من أصل ألف ميلي وشوي فيكن تحتفظوا بالباقي إذا حبيتوا تعملوا مرة تاني بيقعد عنكم بالبراد يومين ثلاثة أكتر من هيك بيخرب فيه ناس بيشربوه كتير مفيد لجهاز المناعي ومعقم معوة له فوائد كتير كبيرة وعظيمة مصل اللبن الزبادي أقرأوا عنه في الإنترنت فيه ناس بيستخدمون له صناعة المخللات تهوية وتبرمات دي حافظة وبتعطي حموضة مثل الخل هلأ طفيت أنا النار وراح أرفع هلأ كمية الجبني اللي طلعت عندي ونزلها على قطعة القماش وراح أحط رشة ملح خشن ملح صخري أو بحري يلي مستخدمه للموني برجع بحط باقي الكمية يلي عندي من الجبني وبرجع بحط رشة تاني من الملح بعد هيك رح أكبسهم كتير منيح وحط عليهم تقل خليهم لمدة 3 ساعات مكبوسين بعد هيك برفع التقل وبرجع بقلب الجبني مع رشة ملح وبضغطها لليوم التاني أنا حطيت كمان ارتفاع بين الصينية والمصفاية حتى ما تلامس الجبني وترجع تشرب مي رح أحط تقل رح أستخدم أنا هذا الأطرميزي اللي عملت في الخشاف أو الكمبوت الدراء مع النجاص شايفين شكلهم أحلى ما تغير طريقة كتير ناجحة وشالله رح أقدم لكم وصفي كيف رح نستخدمه حلا بعد مرور عدة ساعات شوفوا كيف الجبني انضغطت ونزلت كمين من المي هلا رح أرد أقلبها على الجهة التاني ورجع على المصفاية مع رشة ملح وأرجع حط التقل هلا أنا بحب اشتغل بالقلب أكتر من المصفاية بس مشان تكون طريقة عملية للكل بعملكون إياها هيك رح أرجع رد قطعة القماش ورجع التقل عليها لليوم التاني شايفين هي بس مسألة وقت مو أكتر ما فيها أبدا أي عذاب برفع هلا التقل بنشوف إذا لساها رطبي شان نرجع نكبسها كمان نشفت مزبوط ما بقى فيها رطوبي رح أحطها هلا على الصحن نشوفوا كمية السائل اللي اللي نزلت فيكن زينوها بحبة البركي الحب سودي وأيضا السمسم بيعطيها نكهة طيبة فيكن كمان تحطوا حبة البركي داخل الجبني أسطناء عمريد الكبس ممكن تحطوا فليفلي تحطوا زعتر كليل الجبل أي نكهة أنتو بتحبوها بس أنا حبيت تريكا سادا وزينا على الوجه بتقدموها مع كاسة شاي وجبة فطور ملكية رائعة مع الزيتون الأخضر والأسود وإذا بتحبوا المكدوس كل هدول أنا نزلتهم بقناتي إذا بتحبوا تشوفوا الروابط رح أتركونا يوم صندوق الوصف شفتوا قوام الجبني ببداية الفيديو كيف مرصوصة من الداخل وطالعة قطعة واحدة مأحلاها قوامة كمان نفس الوقت تقطري إذا بتحبوا تعملوها جبن كريمي للأطفال جبن دهني يعني بعد ما ترفعوها وهي ساخنة من الطنجرة بتصفوها من المي بتخلو فيها شوي ترطوبة بتحطوها بالخلاط مع معلقة سبدي ورشة ملح وبتخلطوها وبتطلع معكن أحلى جبن كريمية هاي من مصل اللبن هاي الجبني عنا بسوريا إلى محلات خاصة ببيعوها الشراكس بعملوها في منها من الشفي في منها من نكهات كمان في منها بتجي فرط خاصة للفطائر عندهم فطائر اسمها حلفة كتير طيبي وبتجي هيك رقيقة أنا عملتها بدون الآلي رح أترك لكم رابطة بصندوق الوصف إذا بتحبوا تشوفوها في منهم بيعملوها بحشوة البطاطا وفي منهم بيعملوها بحشوة هاي الجبني كتير طيبة لهم بنكون ونصلنا معكم لاخدام فيديو اليوم حبي قبل ما أنهي دلكن على قناة إختي اسراء أنا كتعم نزل له روابط الفيديوهاتي اللي نزلتها واليوم حبي أعمل له هذا الفيديو كتشجيع لإله وتدعموها زوروا قناتها هي فتحتها جديد من فترة أسبوعين بس بتحبوا الطبخ مثلي وأنا شجعتها أن تفتح قناة إن شاء الله تنال أعجابكم فيديو هاته رح أترك لكم رابطة بصندوق الوصف وأول تعليق شكرا جزيلا لحسن المتابعة إذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا بالضغط على زر اللايك وعملوا اشتراك وفعلوا زر التنبيهات إن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد ووصف جديدي السلام عليكم